بعض القنوات دلوقتي بدون اي مقدمات فجأة كده تلاقي قناتك غير محققة للربح بتلاقي كده شعار قناتك لا تحقق الربح الان طيب ايه يعني ايه السبب او ايه اللي كده لما ندخل على الاستوديو العادي وندخل على تخاني التحقيق الربح بتاعتها فبتلاقي بعد مراجعة قناتك باستخدام الانظمة الالية من قبل فريق المراجعين انت بينا لنا انها غير متوافقة مع سياسات التحقيق الربح طيب ده ليه محتوى معاد استخدامه طيب ده مزات متعلقة معلقة يعني العضويات التعلقت عندها او الربح كله تعلق دلوقتي عندك بقى الاجراءات التي يمكنك اتخاذها الخيار الاول اول حاجة عندك خيارين الاختيار الاول هو تقديم طلب لاعادة النظر تقديم الطلب لاعادة النظر عشان يرجعها تاني طيب ده انا بقدم من جديد لا يعني هي زي ما انا بقول لهم عيدوا النظر بس واللي في القناة زي ما هو طيب ده له شروط ايه ولو شروط بقولك اذا كنت تعتقد ان قرارنا غير صائب ماشي اذا كنت تعتقد ان قرارنا غير صائب يمكنك ارسال طلب لاعادة النظر تشرح فيه السبب وسنراجع طلب اعادة النظر اللي قدمته ونرد عليك لاعلامك بقرارنا طيب ليه بعدها بقولك يرجى اختيار او تحديد هذا الخيار لو انت هتاخد الاختيار الاول ده في حال لم تحذف اي فيديوهات بعد ان تم تعليق مازل تحقيق الربح في قناتك يعني لو حضرتك ما حذفتش اي فيديوهات بعد ما عرفت ان قناتك غير محاققة للربح تمام تقدر تختار الاختيار الاول ده والاختيار الاول هنشرحه دلوقت برضه تمام لما نجي ندخل على كروم كده للقناة دي بنلاقيها بالشكل ده قناتك لا تحقق الربح الان بعد نفس الكلام او محتوى معادة استخدامه وعندك الخيارين الخير الاول والاختيار التاني طلب اعادة النظر وهنا طلب اعادة النظر بقولك يجب ارسال الطلب ده بحلول كام هنا 9 ديسمبر 2024 تمام طيب عندك الاختيار التاني تعدد القناة او اعادة ايه تقديم الطلب ده الكلام ده لو انت مش متاح بالنسبة لك اعادة النظر او طلب اعادة النظر ده اترفض خلاص تقدمها في الوقت المحدد لها اللي تقريبا بتبقى شهر او 3 شهور على الاقصى لو انت قناتك ويف تربح قبل كده طيب في عندنا هنا حاجة بقولك يرجى تحديد الاختيار ده لما انت محذفتش اي فيديوهات على فكرة فيه قناة كانت معايا تقريبا قريب اهو بقول لي اذا حذفت هنا الملاحظة بيدا الملاحظة الاولى بقى يقول لك ان هو ده اختياري لبعض القناوات وفيه اراء بيقول لك ان معنى الكلمة دي ان انت بعد ما تقدم الفيديو اللي هتقدمه اللي هو طلب اعادة النظر ده في قرار تعليق ميز التحقيق الربح في قناتك دي بعد ما تقدمه ما ينفعش تحذف اكتر من ثلاث فيديوهات ده للقناة اللي مكتوب لها ده ولكن الرأي الاول والافضل يعني سواء الرسالة دي اللي جاتلك هنا او الرسالة دي يرجى تحديد هذا الخيار بس تمام ما تحذفش اي حاجة طالما هتقدم طلب لاعادة النظر او قدمته ما تحذفش اي حاجة على القناة نهائيا غير لما يرده عليك تمام ومعاك اللي اختاري التاني بقول لك تعديل قناتك ثم اعادة تقديم النظر بس هي دي الفكرة ويمكنك اعادة تقديم النظر بمكتوب لك التاريخ هنا والتاريخ هنا لو التاريخ بتاعت تقديم الطلب ده ده خلال 14 يوم من اول ما القناة توقف والتاريخ بتلاقي فيين كروم بتلاقي كده في الخطوة دي زي ده اربعة ديسمبر او تسعة ديسمبر طيب لما نيجي نضغط كده على طلب اعادة النظر اول ما بيجي لي في طلب اعادة النظر هنا بقول لك الخطوات التالية انشاء فيديو لطلب اعادة النظر انت اصلا هتعمل فيديو هو ده الفيديو هو ده اصلا طلب اعادة النظر يعني هو فيديو بتعمله غير مدرج الفيديو هيقول لك هو التمام بقول لك تصور الفيديو بلغة متوفرة على يوتيوب اللغات اصبحت اللغة العربية الان من اول سنة 24 تقريبا اللغة العربية توفرت خلاص ما عدناش محتاجين لترجمته لترجمة الفيديو ده كلنا الزمان لازم نترجمه لانه كان متوفر بالانجليزية ولغات تانية غير العربية الحرص على قلة تتخطى مدة الفيديو خمس دقايق المهم عنوان اليو ار ال الخاص بقناتك ده او ذكره في اول 30 ثانية من الفيديو وذكر ملاحظات المراجعين والطلاع على الاسباب احنا هندغط على مزيد من المعلومات هنا كده عشان ندخل على الشروط او السياسات اللي هي اللي اليوتيوب بينزلها عشان يوافق على الفيديو اللي انا هعمله ده يعني اعمل الفيديو ازاي وايه هي شروطه وهكذا تمام ده هنا طلب اعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في برنامج شركات اليوتيوب او قرار رفض الانضمام اليه يعني لو حضرتك لسه بتقدم القناة حتى للمراجعة وقناتك ترفضت برضو تقدر تعمل قرار اعادة النظر او انت حضرتك قناة مفعالة وتوقفت عن الربح اتعلق القرار التعليق في المشاركة ده في البرنامج تمام برضو تقدر تعمل طلب اعادة النظر تمام طيب ده المقالة دي هابس بها لكم ان شاء الله عشان بس ما طولش للفيديو المقالة هابس بها لكم فيه التعليق المثبت وفي وصف الفيديو ان شاء الله تمام عندي هنا ملاحظة مهمة الملاحظة دي على فكرة ده تحديث برضو تقريبا من نقول من أوائل سنة 24 كان زمان فجأة كده تلاقي قناتك تقفلت وبس او اتعلق حسابها يعني خلاص تشال من عليها الربح وبس لا دلوقتي بقى فيه يجي لك فيه اشعار اصلا بيجي لك كده الاشعار ده مضمونه ان سيتم تعليق قناتك وتمت دعوتك بالارسال معلومات من اجل ما انا تعليقها عليك ارسال الطلب ده امتى بقى في غضون سبع ايام من اين من الاشعار ده من ظهور الاشعار ده لك عشان كده احنا بقول لك لازم تدخل على كروم عندك باستمرار او الستوديو دايما باستمرار وخلان التحقيق الربح خصوصا يعني تمام ويظهر هذا التاريخ ايضا في استوديو يوتيوب في قسم النظرة العامة حول تحقيق الربح او نفس الفكرة تمام ويطلب اعادة النظر بتضع تعليق وتشتغل طيب اذا تم تعليق حسابك بقى زي الحالة النهاردة اصلا اللي خلاص اتعلقت في غضون واحد وعشرين يوم من تعليق حسابك يظهر هذا التاريخ ايضا في استوديو يوتيوب عندك التاريخ بمعامول المهم طالب اعادة النظر انا بس احبت انوه انه ممكن يجيلك اشعار وقناتك لسه مفاعلة ربح زي ما هي يعني ما تشلش من عليها الربح بس يجيلك اشعار برضو يعرفك ان انت قناتك سيتم تعليق الربح عليها تمام فضلا ارسل طلب اعادة النظر ده ماشي اه هنا بقولك طلب اعادة النظر من خلال الفيديو يجب ان يستوفي التنسيق المتطلبات التالية ان يكتصر على الفيديو فقط ما تحطش اي حاجة غير الفيديو يعني هو انت هتحطر بس في الطلب ده رابط الفيديو بس طب الفيديو قال لا تزيد مدة الفيديو عن خمس دقايق طب الفيديو يكون غير مدرك ان يتم تحمله على القناة المعنية يعني قناتك اللي انت هي دي القناة اللي وقفها في الربح لازم تقدمه او تحمله على نفس القناة دي تمام وارسله برضو من نفس الجيميل ده اللي هو بتاع قناتك دي تمام ان يكون بلغة متوافقة او عندك اللغات كلها من ضمنها هنا اللغة العربية اصبحت ايه متاح ماشي ايه والروسية والعربية عندك ايه والعربية اصبحت متاح ايه يجب ان يكون الفيديو ايه غير مدرك وجديد لسه منزله مضمون الفيديو بقى عايز نعرف على ايه اول حاجة خالص ايه انت بتستان كري يعني انت بتندهش تدخل كده تقولهم انا فجأت فجأت لما دخلت قناتي ايه لقيت ايه قناتي لقيت الربح ازي انت هتقول اتفجأت لما دخلت قناتي لقيتها ايه بالشكل ده ايه هتجيب الصفحة دي برضو لقيت عندي هنا محتوى موعد استخدامه تمام ده اول ما هتقول لازم تقولي الكلمتين دول في البداية ده مقدمة لقيت الفيديو بعد كده بقولك ان يعرض عنوان اليو ار ايل لقناتك في اول تلاتين ثانية يعني ايه ان انا هجيب العنوان اليو ار ايل بتاعي من ايه او انا هدخل كده على اليوتيوب برضو هسجل الشاشة بالنسبة لي هدخل على اليوتيوب وهضغط على صفحة انت هنا واروح على كلمة مشاهدة القناة تمام واروح على علامة الالم ممكن علامة الالم او من في بعض يعني بتلاقيها في معظم الناس فيه لمحة اسم اللاحة لو تغطينا هتلاقي الرابط بتاعك اهو تمام لو دغطت على علامة الالم هلاقي برضو عنوان اليو ار ايل الخاص بقناة اهو تمام وهرجع بقى من النقطة دي ونكمل الشروط واحدة بواحدة اهو همشين واحدة بواحدة ان يشير الى سياسات البرنامج جزء من سياسات تحقيق الربح فيها احرص على التحدث على اجزاء محددة من سياسة وتقديم امثلة حول كيفية التزام قناتك بارشادات تمام هقول ان قناتي لم تخالف سياسات اليوتيوب اهو ان قناتي لم تخالف السياسات والارشادات نهائيا هيقولك بعد كده اعرض برضو اجزاء من قناتك ان يركز على محتوى القناة باكملها وليس على فيديوهات فردية يعني انا هدخل هنا وانا بقول ان قناتي غير مخالفة للسياسات هدخل على قسم الفيديوهات واحدة واحدة كده تمام هقول ان دي فيديوهاتي كاملة اهي دي فيديوهاتي خاصة بي انا لم اخالف السياسات نهائية والارشادات لم اخالفها ماشي عندي برضو الفيديوهات الشورتس كلها هي ده كل فيديوهاتي خاصة بي انا تسجيلي انا اه شغلي انا تمام هيقول لي بعد كده وضح بقى انت بتشتغلها ازاي تمام او ان يقدم امثلة مرئية حول كيفية انشاء الفيديوهات اعرض طريقة تعديل الفيديو او تصويره وحاول ربط المحتوى اللي بيظهر فيه الفيديو المخصص لطلب اعادة النظر يعني ايه طيب هنا بيقولك الظهور شخصيا في الفيديو ممكن تظهر يعني الافضل انت تظهر بصورتك او تقدم صوت زي ما انا بتكلم حاليا دلوقتي عرض طريقة تصوير المحتوى الخاص بيك وعرض طريقة تعديل الفيديو تعديل المحتوى اللي هو المونتاج تصوير المحتوى اللي هو انت بتعمل الفيديو بتاعك ازاي تمام يعني احنا هنقول ان دي قناتي ودي فيديوهاتي بفهاش اي حاجة مخالفة للارشادات والفيديوهات دي عشان هو عندك انا حضرتك بقولك بمعاعد استخدامه اقول لا الفيديوهات دي خاصة بي انا انا اللي اعملها اه مش غير معاعد استخدامها نهائيا وبصور فيديوهاتي كالتالي واروح بقى بعد كده افتح الكاميرا بتاعتي تمام اصور ماشي واعمل واضغط في فيديو واصور تمام تصوير لي الحاجات بتاعتي انا كل شغلي انا يعني انت حضرتك مثلا انا بالنسبة لي قناة ده هفتح الكمبيوتر واجيب الفيديوهات اللي انا بشرحها وبنشئها طيب حضرتك مثلا محتوى طب خاتفتحها تجيب صورة المطبخ ودي الادوات اللي بستخدمها وده مثلا ايه الستاند الاداة اللي بحط عليها التليفون يصور او انا بصور من تليفون تاني كمان الناس اللي بتصور بتليفونين او بتاخد فيديوهات من اخوها من امها من اختها من ابنها تمام تذكر ان انا بصور برضو بتليفون تاني احيانا واخد الفيديو عندي اه وباخده عن طريق كذا اوضح كل تفصيلة في شغلي وكل نقطة من دقيقة تاخد دقيقة اه وبعد كده التلات دقايق الاخارة تسيبهم ليه شرح اه الفيديو تصويرك انت زائد شرح المونتاج تمام بس اتوضح كل الادوات بتاعتك اللي انت بتعمل عليها كل الادوات اللي انت بتصور بيها انت بتصور بكذا وده مطبخي مثلا الناس اللي بتعمل في لوجات انا مقيم في دولة كذا او في مصر او في مدينة كذا اه بعمل في لوجات في الاماكن الفلانية كل ما بروح بعمل او او الاخر وبصور بالتليفون تاني ده او بصور بتليفون ده ووضح للكاميرا تليفون تاني يعني حتى على اقل لو نوعه بن يبقى افضل كمان يعني على اساس بردو كل حاجة لها ساريال يعني هي كل حاجة هتبقى لها ساريال اه وضحت الفكرة وهدخل بقى بعد كده هقول له وانا بروح على برنامج منتاج مثلا عندي ده برنامج المنتاج بتاعي بعد ما بخلص تصوير الفيديو او اسحب الفيديو عندي من التليفون التاني وبروح بضغط على بختار الفيديو اللي انا صورته او اللي انا سحبته من تليفون التاني واللي يكون مثلا نقول لي عايزين فيديو حتى مدته ليلة مش مشكلة اي حاجة تمام واللي يكون الفيديو ده مثلا ده تصويري انا ده شغلي بختار الفيديو وبمنتجه بقطع بعمل كذا بضيف كذا اذا بقطع من هنا الجزء ده بشيله بنصك في برنامج منتج عادي بلصك فيديو تاني معاه بضيف صوتي مثلا لو الناس اللي ما بتسجلش الصوت بتاعها يعني الناس اللي دلوقتي مثلا بتسجل بدون صوت وترجع تعيد تاني اقول مثلا بضيف فينا صوت عن طريق كذا يعني كل اللي بتلو بالزبط اهو ده كده تمام وبعدين بصدر الفيديو هنا تصدير الفيديو وبشوف الضقة اللي انا بختارها دايما بوضحها وبعمل تصدير للفيديو هنا حفظ وبعد ما الفيديو بتحفظ بروح برفعه شوف انت بترفع منين من كروم هتقول له برفع من كروم بترفع من اليوتيوب هتقول له برفع من اليوتيوب او لو من كمبيوتر هقول له برفع من الكمبيوتر يعني المكان اللي انت ده شرح دقيق جدا للمكان ده في وقت خمس دقايق بس تمام وبحمل الفيديو غير مدرك بعد ما بسجل الفيديو ده بمنتجه برضو عادي على نفس بردمج المنتج اللي انا شرحته لهم وباخده بعد ما بيتمنتج باخده بقوم جاي هنا فيطلب قعدة النظر هضغط عليها تمام هيفتح لي بعد كده تحت خالص تقديم الطلب بتلاقي فيه مكان بتلصق فيه الرابط بتجيب الرابط بتاعه مشاركة من قناتك وهو غير مدرك ما بتكتبش فيه عنوان خالص ممكن تكتب فيه عنوان بس طلب اعادة النظر بس او فيديو طلب لاعادة النظر ما تكتبش وصف ولا اي حاجة تمام وتسيبه مدرك يكون الفيديو اقل من خمس دقيق ضروري النقطة دي تمام وبتيجي هنا بترفع الرابط بتاعه بتضغطه هنا بس وبتعمل عن رسالة الطلب كده انت بتنتظر ان شاء الله يرده عليك مش اكتر من كده في اللحظة دي ما تحذفش اي حاجة من قناتك ولا قبل ولا اثناء مراجعة الطلب تمام هو ده الاختراء الاول انت مش تخسر حاجة يعني اللي يزم تعمله وتاخده في وقتك وتعمله لو اتقابل نقول مثلا اه 8.9% من القنات بيتقبل عشان فيه قرارات تعسفية كتير من النيوتيوب من بداية دخول الاي او الزكال الصناعي في المراجعات فيه فيه الخارج الثاني هنا في تعديل قناتك وتقدمها في الوقت المطلوب بس ده كل الموضوع ويعني مش عايز أطول على حضرك أكثر من كده احنا طولنا كتير جدا في أمان الله السلام عليكم ورحمة وتعالى وبركاته